السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته برحب بكم معي في محاضرة جديدة من محاضرات جي افت اكس اكاديمي دوت نت كلامنا النهاردة ان شاء الله هيكون على اه مقدمة المحاضرة الاولى او ازاي ان احنا او ايه اللي احنا هنعمله في اول محاضرة من محاضرات ورشة عمل او خلف خطوط العدو اللي بتنفرج بها اه جي اف اكس اكاديمي دوت نت الورشة دي اه فيها حاجات كتيرة جدا فيها شغل كتير جدا فيها شغل كتير قوي جوه اه سينما فودي فيها شغل كتير جدا جوه اه بودي بنت في سينما فودي بعد كده فيها شغل في الانيميشن اه فيها شغل بعد كده في في حاجات كتير جدا في مجال ال دي اف اكس الورشة في الاصل بصراحة يعني عشان مكون صريح هي مكانتش مجانية او مكانتش فري لكن هي كانت تبع دبلومة او الفيلم ميكينج اللي بصراحة انا منحضر لها بانه بحوالي اربع شهور او خمس شهور في جي اف اكس اكاديمي هتبقى دبلومة ان شاء الله ان شاء الله فريدة من نوعها في مصر والعالم العربي بازن الله مبدئيا مدة الدبلومة دي هتبقى يعني من ست الى تسع شهور يعني هتبقى مدة طويلة مش قصيرة بصراحة الدبلومة عبارة عن ورش عمل من مشاهد مختلفة لافلام هندرس فيها تقريبا انواع كثيرة جدا من الافلام زي افلام الاكشن زي افلام الرعب زي افلام الصيفاي او الخيال العلمي الدراما الوطائقية كل الكلام ده هندرس ازاي بيتعمل وهنبني فعلا مشاهد حيائية من افلام غير كده ازاي ان احنا اه نتعلم فيها من اول ما بتنزل تصور لحد ما بترجع تعمل بعد كده نتعلم ازاي نعمل بعدها بعدها ثم بعد كده عملية المونتاج النهائي طبعا الكلام ده عبارة عن مجرد ابواب او تبويبات للدبلومة تحت كل تبويب من دول كلام كتير جدا وشغل كتير جدا مش عايز اتكلم كتير عنها لان احنا لسه ما علناش عنها ولا عن سعرها ولا عن مدتها ولا عن مكانها ولا الكلام ده كله بس ان شاء الله انتظرونا قريبا بازن الله هنعلن عن المقدمة او دي كل تفاصيلها بازن الله كانت واحدة من الورش اللي هتتقدم في دي لكن احنا قلنا نطلحها على سبيل ازاي انك او ان احنا نقول للناس ايه اللي انت هتتعلمه في دي او ايه المستوى اللي انت هتوصله في دي ان شاء الله مش عايزين نتكلم كتير او مش عايز اطول عليكم لكن بازن الله في المرحلة الاولانية من هنتعلم ازاي ان احنا نعمل بتاع الطيارة او بتاع الموديل طبعا اه يعني دي مش معمول لها عشان بس ما حد شيف تيكل ان دي الصورة النهية دي مش الصورة النهية ولا حاجة لكن انا بحاول ان انا اوصل لخمسين او ستين في المية من جوه السينما اه فوردي طبعا عن طريق عن طريق عن طريق عن طريق كل الكلام ده بحاول ان انا اطلع الموديل بتاعي واخد نفس اللايت او نفس الانفارومنت بتاع البيئة اللي هيتعملوا بيها في الافتر افكت بوفر على نفسي شوية في الكلور كوريكشن بحصر عملية الكلور كوريكشن في ان انا معاملش كالورينج لا ان انا اعمل مجرد شغل تنت او شغل مرج بسيط بين الموديل وبين البيئة عشان انتهي من عملية الكالورينج جوه السينما فوردي وطلع الموديل او ردي بالاضاءة والتون بتاع السكاي او بتاع البيئة اللي حواليه زي ما انتم شايفين كده يا دوب متهايلي اي واحد فيكو هيبص على الصورة دي مش محتاجة كالورينج لكنها محتاجة بلر وتنت بس فقط لغير وتبقى كأنها جوه البيئة دي مباشرة هنتعلم في المرحلة اللي جاية هنتعلم فيها ازاي ان انا اعمل زي ما قلتلكو ان انا اعمل بتاع الطيارة ازاي ان انا احط الانفيرومنت جوه سينما فوردي واقدر ان انا اطلع الموديل بتاعي بالتون اللي احنا شايفين اعا مسلا لو رندرنا اللي رندرنا الصورة دي مع ان انا واخد زاوية تانية هنلاقي التون لسه زي ما هو ومتحافظ عليه يعني مختلفش بالرغم ان زاوية الكاميرا مختلفة ازاي ان احنا اقدر نوصل لحاجة زي طبعا عن طريق اعدادات كتيرة جدا في الجي اي عن طريق اعدادات كتيرة جدا في الفيزيكال سكاي وبرضه هستخدم باللوجن انا كنت اتكلمت عنه من فترة لكن للأسف مالوش اي دروس عربية خالص بخلاف الدرس اللي عملوا اه اخويا الاساس محمد زازوء في اه جروب اه عرب موشن اه جرافيكس واللي احنا حطناه في جي اف اكس اكاديمي شرح فيها مبادئ العمل او ازاي ان انت تسطل او تعمل ستب لبلوجن الاس اي بي ال ست بصراحة اوفر علينا شغل كتير اه جدا جدا زي ما انتم شايفين بالمنظر ده واحد فيكو يدروا لي مش محتاج بكل كوريكشن فعلا مش محتاجة كده كوريكشن الا بسيط جدا لان البلوجن ده او آآ 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 الانفيرومنت بتاع البلوجن ده آآ بتوفر عليك شغل كتير قوي بس احنا مش هنحطه هنا اعتباطا لا ده احنا هنشرح ليه هو شغال بتلاتة اسكاي ليه هو شغال بالانفيرومنت لايت ازاي بحط وفين بحط الانفيرومنت لايت واحد يقول لي اتقال لا انا شايف هنا سان لايت السان لايت ده دوره مختلف تماما عن ده وهقول لكو ليه ان شاء الله في آآ المخرج بعد ما نعمل اضاءة مبدئية طبعا مش ديه اضاءة اللي احنا نعملها من اول مرة احنا هنلجأ هنا الاسلوب او الاسلوب جديد شوية في عملية الاضاءة او عملية الازهار قبل ما اشتغل على الاضاءة الاساسية ان انا اعمل اضاءة تظهر لي بس الموديل بدون اي خمات واحد يقول لي طبعا انت كده هتزود على نفس الخطوة لا انا مش هزود بس كل ما في الموضوع ان انا ساعد ما هدخل في البودي بنت مش هيبقى عندي الكلام ده انا هحتاج الموديل ده ينور بس عشان احط الخمات مش قطر لما ندخل البودي بنت طبعا احنا ما يهمناش قوي في في العملية دي اليو في تم بشكل صحيح ان انا هنتمد على حتى البوكس مش هنعتمد على ان احنا او مش هنتكلم كتير في عملية الفرد قد ما هنتكلم في عملية ازاي ان انا احط الكتبات دي زي ما انتم شايفين كده خلاص ازاي احطها في الاماكن اللي انا عايزها بالضبط فده اللي هنتكلم عليه في اليو في طبعا سواء كان في الطيل طبعا هنتكلم ازاي ان احنا نعمل شغل والديرت انا مش عايز انتقل بالعربي بصراحة تمام ازاي احنا اعمل شغل في عشان اطلع الطيارة زي ما انتم شايفين بشكل اه يدي اه رياليتي طبعا الخامة اللي في البودي بنت بتبقى مختلفة شويا الخامة العادية يعني احنا هنتكلم ازاي ان احنا نعمل الخامة عبارة عن عبارة عن عبارة عن عبارة عن كل من دي دورها ايه باستخدمها امتى امتى باستخدم المالتي تشانل مود امتى ما باستخدمش المالتي تشانل مود ازاي ان انا استخدم اللي موجودة جوه آآ ده ده غير كده كمان يعني غير كده كمان ازاي ان انا ادخل بتاعت فوتو شوب لبودي بنت واستخدم بتاعت فوتو شوب جوه البودي بنت بعد ما نخلص الشغل بتاعنا جوه البودي بنت هنرجع عليه السينما فور دي عشان نبدأ نزبط بقى بتاعتنا نبدأ نتكلم شوية في ولكن في الاخر احنا هنرسل على هنتكلم ازاي احنا نطلع من علشان تروح عشان نضمن عملية مكتملة عملية كاملة الاركان غير كده كمان في ناس يقول لك انا لو انا عايز اطلع اطلع اطلعه من هنتعلم هنا طريقة يدوية واحترافية جدا ان انا اطلع كل باس لوحده منفصل ما يبقاش معاه شوايب يعني ايه شوايب لما هاجي اطلع او هاجي اطلع او لازم هيطلع معاه شوية من على شوية من الالفا انا مش عايز الكلام ده او عايز اعمل او الحاجات الزايدة في اللي احنا هنعملها هنتعلم كمان ازاي نتعامل مع العشان اضمن توزيع كويس للديتيلز بتاعة اه اه الخامل اه غير كده كمان فاتتني حتة مهمة قوي في اه اه البادي بنت ان انا هحط الديتيلز بالماتيريال يعني احنا لو خدنا بالنا كده شايفين الخطوط الخطوط دي تمام الخطوط دي دي انا هحطها بالماتيريال مش هعملها في المودل يعني احنا هنعمل شوية تحايل ازاي ان انا اعمل زي اللي احنا شايفينها دي بالماتيريال فقط مش بمش بالمش بالمودل علشان نوصل لمودل كويس ديتيلز كويسة رندر اقل فيسز اقل بوليجونز اقل فيطلع المودل بتاعي كلين كويس مفيش فيه اي مشاكل دي كانت مؤديمة سريعة عن المرحلة اللي احنا هنشتغلها في المحاضرات الاولية او المحاضرة الاولى او سلسلة المحاضرات بتاعة المرحلة الاولى للتيكتشرينج بتاع جسم الطائرة طبعا التكتشرينج ده هيتم مرة واحدة بعد كده بقى كلامنا كله هيبقى على الانيمياشن وعلى الكمبوزنج هنستخدم الكتير جدا 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 في في الاجزاء اللي بعد كده يعني هنحصل الكلام في بتاعنا اللي هو سينما فور دي هنحصل الكلام في الانيمياشن هنحصل الكلام في الكاميرا بالمناسبة في الورشة دي هعلمكم او هنتعلم ازاي نعمل كاميرا ازاي انت كاريت كاميرا بالبرامترز بتاعتك ان شاء الله معادنا مع المحاضرة دي يوم الاتنين القادم بإذن الله ممكن قبل كده بس هي يعني هي ان شاء الله يوم اللي اتنين هيتم رفع مع المقدمة دي هتلاقوا اللينكات موجودة في جي اف اكس اكاديمي في قسم محاضرات فريق عمل جي اف اكس هنلاقي تحت المحاضرة دي بإذن الله اللينكس بتاع الماتيريالز اللي انا هستخدمها الموديل اللي احنا هنستخدمه التست انفيرومنت اللي احنا هنستخدمها علشان تبدأوا تنزلوا الحاجات دي ونبدأ نستعد للمحاضرة بإذن الله كانت نبزة سريعة مقدمة سريعة تشريح سريع للمرحلة الاولى في ورش اتمنى تكون اضافت لكم او اداتكم فكرة احنا هنشتغل بايه او احنا هنعمل ايه حاجة بس اخير عايزة نبه عليها الكلاجن بتاع الاس اي بي ال ياريت ياريت نرجع لدرس الاستاذ محمد زأزوق اما في جروب عرب موشن جرافيكس على الفيسبوك او في الاكديمية عندنا جي اف اكس اكاديمي في قسم السينما فور دي هنلاقي الدرس الخاص بالاي اس بي ال من شرح اخونا الفاضل الاستاذ محمد زأزوق شكرا لكم معلش لو كنت طولت حليقه شوية كان معاكم مهندس احمد رحمان رياض من فريق عمل جي اف اكس اكاديمي دوت نت والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته